السلامات يا شباب يهلا ومرحبا فيكم اليوم دحكي بموضوعين الموضوع الأول عن نتاج مباراة الجول 16 من دول السوري والموضوع الثاني عن غياب النقلة التلفزيونية بكل مرحلة عم نشوف مباراة واحدة فقط أما بباقي السنوات الماضية كان يوصل النقلة التلفزيونية لخمس مباراة تخيل معي اليوم مباراة واحدة بكل أسبوع وفي ظلم كتير كبير لبعض الأندية وبشكل سريع نحكي على مباراة الدول السوري للمرحلة 16 وبصراحة كان فيها مفاجآت وكان فيها أهداف وكان فيها ركلات جزاء وحالات طرد ويعني أسبوع كان مثير للغاية أولى مباراة المرحلة يا شباب كان فيها ريمونتادة سحلوية أنصح القول مباراة الساحل واحدة انتهت 2-3 إلى صالح نادي الساحل افتدحت جيل فريق حطين عن طريق اللعب بارازا بدقيقة الـ 14 محمد قلفاط لفريق حطين بدقيقة الـ 90 أما أهداف الساحل يا شباب براء ديار بكرلي بدقيقة الـ 36 خالد كورجلي بدقيقة 48 ومحمد حسن بدقيقة الـ 65 مباراة كانت قوية فيها أهداف فيها أداء كان كتير عالي من الطرفين لا تركضوا على أداء كتير عالي قد سقطت سهول أرض لك لها الطير ومبروك للساحل أما المباراة الثانية يا شباب كمان فيها ريمونتادة لصالح الزعيم خسارة الحرية على الأرض وبين جمهوره 2-3 أمام الجيش سجل أهداف فريق الحرية يا شباب محمد يوسف بدقيقة الـ 19 ودقيقة الـ 50 وسجل أهداف فريق الجيش مؤيد العجان بدقيقة الـ 58 ونور 5 بدقيقة الـ 60 وبأس المصطفى بدقيقة الـ 90 زائد 4 وهالخسارة عمقت جروحات نادي الحرية فقد يكون بنسبة كتير كبيرة الحرية أول الهابطين روك للزعيم بعد فوزه اليوم على الحرية بصراحة عمل ريمونتادة يعني عمل كل شي لبينما رجع للمباراة مباراة جبلة وظيفه نادي الـ وسبة انتهت 0-0 مباراة الـ 1 والطليعة انتهت 3-0 لصالح نادي الـ 1 ماهر دعبول مركت الجزاء بالدقيقة العاشرة أناس بوته بالدقيقة 14 ويحيى الكارك بالدقيقة 55 مبروك للـ 1 الفوز الثالث بهذا الموسم وهرد لك لفريق الطريعة المحير ما فين أحكي أكثر نحكي بصراحة فريق محير بكل مرحلة بتشوفه شكل وأما المباراة الأخيرة يا شباب الكرامة الأهلي تعادلوا 2-2 سجل أهداف الأهلي أناس دهان بدقيقة 11 داعش وشاردرك اسمه ما يطلع معي شاردرك بدقيقة 55 وانطرد تخيل معي محترفي انطرد يا شباب يسجل أهداف فريق الكرام يا شباب مازن عمارة بدقيقة 16 وابراهيم العمضلة بدقيقة 29 من راكلة جزاء فإذا نهضروا مباراة الأسبوع على سطاح يا شباب مباراة الفتوة وظيفه نادي تشرين يوم السبت بتاريخ تسعة تلاتي الفين واربعة وشرين خلينا نشوف كيف صحيح سلم الترتيب ونرجع الفتوة ناقص مباراة بالمركز الأول برصيد 36 نقطة فريق حطين بالمركز الثاني برصيد 29 نقطة فريق جبلة بالمركز الثالث برصيد 28 نقطة فريق تشرين كمان ناقص مباراة بالمركز الرابع برصيد 28 نقطة فريق الجيش بالمركز الخامس برصيد 23 نقطة في المركز الثالث فريق الأهلي برصيد كمان 23 نقطة الكرامي بالمركز السابع برصيد 20 نقطة بالطليعة بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة الواسبي بالمركز التاسع لصيد سات عشر نقطة. آآ مركز العاشر لنادي الوحدة اربعة عشر نقطة. مركز الايداعش لنادي الساحل باثناشر نقطة. والمركز الاخير الاثناش لنادي الحرية بسبع نقاط. هذول نتاج والسلم الترتيب يا شباب. سلامات من جديد يا شباب. خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة. عن غياب النقل التلفزيوني عن مباريات الدوري السوري. يعني شفنا بالموسم الماضي. وقت اللي اعلنوا عن برنامج استوديو واحد. اتفاعلنا بالخير. وعساس كاميرات عدد زيادة. ونقل مباريات. والله انا واحد الناس اتفاعلت بالخير. وشفنا وحكينا عن هالموضوع انه فيك شيء جديد. لكن يوم بعد يوم اتفاجعنا يا شباب. كل اسبوع عم ينقلونا مباراة واحدة. في بعض الان دي راح اسقلوها شوية تانية. ما تم نقل ولا مباراة لالون. ليش بغياب الجمهور وما بعرف من هالكلام اللي من احني الجمهور. ما بنتحمل هاد الشيء. اليوم وصلنا للمرحلة ستعاش. وبكل اسبوع عم ينقلو مباراة واحدة. واليوم بتاريخ اه تماني ثلاثة الفين واربع وعشرين. كان فيه مباراة للمرحلة ستعاش. وعلى اساس كان فيه نقل لمباراة الكرامة ووظيفه نادي الاحلي. اتفاجأنا. وانه ما فيه نقل تلفزيوني. لا شفنا بيان لا شفنا اي شيء. معناة الله يرحم ايام اه دائرة البرامج الرياضية. وقت اللي كان مستلمها الاستاذ اياد ناصر. تمام? اه بالمرحلة الواحدة كنا نشوف خمس مبارايات تنتقل. مباراة على قناة سوريا دراما. مباراة على التربوية وحيانة على الفضائية. وحتى ازا فيه مباراة يوم السبت كانوا ينقلوها. اليوم بالاسبوع الواحد عم ينقلوا مباراة واحدة. وانا عكيد ببداية الموضوع انه وقت اللي يسمعنا استوديو واحد انا واحد الناس اتفاعت بالخير. فاليوم بصراحة مباراة واحدة خير كافية يا جماعة. استاذ مخلوف نعمة والقائمين على البرنامج. نحن بدنا اكتر من مباراة. وشو بيمنعنا وتنقل مباراة الكرامة والاهلي? وانتوا وعدتوا الناس انه في نقل. خاصة يا شباب وصلنا بالمراحل الاخيرة من الدوري السوري. وهي الفقرة طرحها الاستاذ طلال وصنا لي على صفحته الشخصية بفيسبوك. وانا حبيت انقلها الصوت والصورة لحضراتكم. بركي صوتنا يوصل للمعنيين. متل ما حكيت يا شباب بالسنوات الماضية كنا نشوف خمس مباراة. والله خمس مباراة. انا واحد الناس حضرت خمس مباراة. متل ما حكينا على قناة ده سوريا دراما. على الفضائية. على التربوية. وحتى اليوم السبت اذا كان في مباراة او مبارايتين ينقلوها. كاس الجمهورية وصلنا للدر بالنهاية. ما حدا يشاف مباراة منقولة على التلفزيون. طب ليش? ما زال انتو عندكم امكانيات. وعندكم رعاة. وعندكم كلشي. معنات الخطأ على مين? خطأ اداري بحث. وليس بالاموال. اليوم في رعاة لالكم. لبرنامج استوديوهات في رعاة وعم يندفع مصاري بس يعني المصاري عم تندفع بمكان ممناسب. وكمان ازيدك من الشعر بيت. بالسنوات الماضية كان في عدالة بالنقل التلفزيوني. كل الاندية بدورية الممتاز كان ينقلوا مبارايتهم على ارضهم وبين جمهورهم. اليوم ما في عدالة. اليوم بتشوف النادي الواحد بسله خمس ست مبارايت ورا بعض. طب شو مشان باقي الاندية. اليوم نادي اهلي حلب لعب على ارضه وبين جمهوره معلسف ما كان في جمهور ما تم نقل ولا مباراة لفريق الاحلي. طب ليش? قال بسبب انه اه ما في جمهور. طب انت عامل اه بس مباشر للمباراة كرمال الجمهور كرمال الناس اللي عم يتابعوا من خارج السورية. اليوم يعني ما في عدل. ما في عدل بالنقل التلفزيوني. ومتل ما حكيت من شوية يا شباب كان في نقل وفي عدالة. ولكل الاندية بعدين في مرحلة الاياب كانوا ينقلوا المباراة الحساسة اللي فيها جماهيرية. اللي فيها مسانة على الصدارة. او على الهبوط. والله كنا نشوف مباراة للفرق اللي عم تنافس على الهبوط. كنت تشوف مباراة منقولة. اليوم ايه? ايه ما شفنا مباراة منقولة للحرية? ولا للساحل? لا 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 في مشكلة يا جماعة بتمنى تداركوا الامور يعني. صح? الناس ساكتين. بس انه غليل جدا عم يتفرجوا على التلفزيون السوري اصلا. كله على صدع اف ام. ارحموها الناس. يعني متل ما بقل لك مثل فوق الموت عصت قبر. ليش? يعني خلقها هي هي دوبك عم نشوف اللاعبين. فارحموا عقول الناس. الناس واعية بتفهم كرة قدم. وبتعرف زيد بنعبير يا شباب. هذا فيديو اليوم. ان شاء الله ان شاء الله صوتنا يوصل للمعنيين. نظلوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله.